ترأست معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينان رئيسة مجلس النواب رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية العامة الثالثة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي ترأست اجتماع المجموعة البرلمانية الجيوسياسية العربية الذي عقد أمس في العاصمة الإسبانية مدريد على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد وشهد الاجتماع حضور السيد دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي البرلمانات الخليجية والعربية وأكدت معالي رئيسة مجلس النواب أن السلطة التشريعية تحرص على بناء علاقات استراتيجية وطيدة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وبما يسهم في توحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا والموضوعات المشتركة مشيرة إلى أن ذلك يترجم النهج السامي لجلالة الملك المفدى في الانفتاح والتعاون المستمر مع الدول وأكدة السعي المستمر لإبراز منجزات مملكة البحرين في المجالات كافة وما تحقق من جهود وطنية ثرية استنارة بتوجيهات الملكية السامية والتعاون المثمر بين السلطة التشريعية والحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأشارت معاليها إلى أن التنسيق المتواصل بين البرلمانات العربية يجسد وحدة العمل البرلماني وخلال الاجتماع أطلع رئيس الاتحاد البرلماني الدولي أعضاء المجموعة البرلمانية الجيوسياسية العربية على استراتيجية الاتحاد الجديدة للفترة من 2022-2026 وتطلعات الاتحاد خلال الأعوام المقبلة